اتساع واشتداد للأمطار الرعدية في مناطق عدة من المملكة يوم الثلاثاء وإلى التفاصيل حيث يقترب من إجواء المملكة حوض علوي بارد بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب بحيث يتسع ويشتد نشاط الصحب الركامية على إزاء عدة من المملكة وتشمل هطول لأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجران الأودية والشعاب في المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها بما فيها جزان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتترافق هذه الأمطار بالعواصف الرعدية وتساقط للبرد الكثيف أحيانا الذي قد يتراكم لبعض الوقت في بعض المناطق وتمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة في مجملها ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانا على إزاء متفرقة من الرياض والشرقية والقصيم وتصحب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار في ذات السياق يتوقع أن تتكون بعض الصحب الركامية الممطرة على إزاء متفرقة من شمال غرب المملكة بما فيها إزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية تلك المناطق القريبة من الحدود الأردنية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب ومتم في أمان الله